موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين الكرام حياكم الله من قناة سامراء ومن برنامجكم برنامج بعد المداولة مشاهدين الكرام في حياتنا ظواهر عديدة منها ظواهر جغرافية منها ظواهر سياسية منها ظواهر اقتصادية ومنها ظواهر عمرانية قضيتنا في هذا اللقاء عن ظاهرة عمرانية وهي ظاهرة بناء المجمعات السكنية الجاهزة التي تضم دور أو كما يسميها البعض الفلل أو الشقق السكنية لكننا لن نتناول هذه الظاهرة من جانبها الاقتصادي وإن كانت هي ظاهرة اقتصادية ولن نتناولها من جانبها العمراني مع أنها ظاهرة عمرانية لكن سنتناول هذه الظاهرة وحسب اقتصاص برنامجنا من الجانب القانوني فإلى المزيد من التفاصيل حول هذه الظاهرة ولكن بعد هذا الفاصل من أسباب جذب الناس إلى شراء المساكن الجاهزة في المجمعات السكنية أسباب عديدة ولعل أهم هذه الأسباب هو أن تلك الشركات التي تتعاطى مع هذه العقارات السكنية الجاهزة إنما تقوم ببيعها إلى الناس بأقصاط ولربما تكون في بعض الأحيان أقصاط طويلة الأمد تمتد على مدى سنتين أو ثلاثة أو حتى أكثر لذلك فإن هذه الظاهرة جذبت الكثير والكثير من الناس إلى التعاطي مع هذا النوع من العقارات بسبب هذه التسهيلات في دفع أثمان تلك العقارات لذلك نجد بأن هذه العقود أو هذا النوع أفواً من التعاقدات جذب أعداد كبيرة من الناس ولا سيما أصحاب الدخول المحدودة الغير قادرين على تزديد الأثمان المرتفعة للعقارات دفعة واحدة مع ذلك ومع مزايا هذه الظاهرة الجديدة في بلدنا إلا أن ظاهرتنا لهذا اللقاء تحمل الكثير والكثير من الإشكالات القانونية التي سنبحثها مع بعضنا ونناقشها في هذا اللقاء مثل مذكرة الحضراتكم أنه عقد بيع العقارات السكنية الجاهزة كالشقق أو الدور يحقق مصلحة المشتري من جانب أن المشتري سيتمكن من شراء شقة أو دار سكنية بأقصاط مريحة ومن الجانب الآخر فإن هذا العقد يحقق مصلحة البائع فالبائع يستطيع أن يبني مشروعة بتمويل هذا التمويل يتمثل بالأقصاط المسددة من قبل المشترين إذن هذه الظاهرة هي لا تحقق مصلحة جانب المشتري فحسب وإنما تحقق مصلحة الجانب الآخر وهو جانب البائع ما يهمنا في هذا الموضوع هو العقود العقود التي تبرم التي تنعقد ما بين طرفي العلاقة القانونية ما بين المشتري وما بين البائع الذي في الغالب يتمثل بشركة تتولى إنشاء مجمعات سكنية على أرض قد تملكها ملك صرف وقد تكون قد حصلت عليها بموجب قوانين الاستثمار المهم أن هذه العقود تصنف وحسب رأيي ضمن ما نسميه بلغة القانون عقود الإذعان عقود الإذعان هي عقود أحد الطرفين فيها هو الطرف الضعيف الذي يحتاج إلى الخدمة أو إلى السلعة أو إلى الشيء الذي يقدمه إليه الطرف الآخر بينما الطرف الآخر يوصف بأنه الطرف القوي ولا أعني بهذا الصدد بأنه قوي بعضلاته وإنما يستمت قوته من مركزه الاقتصادي من احتكاره لسلعة معينة أو لخدمة معينة فإذا وصف عقود الإذعان ينطبق على العقد موضوع لقانه فعلا المشتري هو طرف ضعيف لا يمتلك الخبرة والدراية في التعاطي مع هذا النوع من العقود كذلك لا يحق له أو لا يمتلك سلطة الإشراف والتوجيه بالنسبة للطرف الآخر أثناء تنفيذ المشروع السكني بينما الطرف الآخر وهو البائع يتميز بأن له مركز اقتصادي قوي يسمح له بفرض شروطة على هذا الطرف الضعيف لذلك مشاهدين الكرام نجد بأن عقود بيع المساكن الجاهزة دائما وليس غالبا تحدد شروطها وتنظم من قبل الشركة البائعة ولا يكون للمشتري أي دور في إعداد بنود هذا العقد بمعنى آخر لا تكون لإرادة المشتري أي دور في مناقشة شروط هذا العقد أو في وضع بنودة أو شروطة لذلك مثل مذكرت الحضراتكم وحسب رأي المتواضع يمكن أن يصنف هذا العقد ضمن ما نسميه بعقود الإذعان في الحقيقة التشريع العراقي يخلو من قانون ينظم هذه العلاقة أي العلاقة ما بين الشركات التي تبيع المساكن الجاهزة وما بين مشتري هذه المساكن لذلك سنضطر إلى الاعتماد على نصوص كائنة في القانون المدني أو لربما نصوص كائنة في قانون التسجيل العراقي أو لربما حتى نضطر إلى الاستعانة بقوانين أخرى ومنها قانون حماية المستهلك باعتبار أن من يشتري مسكا جاهز هو مستهلك كغيره من من يستهلكون السلع والخدمات وبالتالي من الممكن أن يستفاد من الحماية القانونية التي يوفرها هذا القانون للمستهلكين بينما في دول أخرى قريبة من العراق نجد بأنها سبقت العراق في إصدار هكذا تشريعات خاصة بتنظيم العلاقة ما بين طرفي عقد بيع المساكن الجاهزة ومنها دولة الإمارات العربية المتحدة ومنها الجزائر ومنها حسب علمي حتى جمهورية مصر العربية ولكن ما يشفع لمشرعنا العزيز بأن هذه الظاهرة لا تزال في العراق ظاهرة حديثة وأعتقد بأن هذه الظاهرة في بلدنا ظاهرة حديثة بسبب أن الوضع الأمني الغير مستقر هو الذي كان وراء تأخر انتشار هذه الظاهرة في بلدنا لذلك نجد بأن هذه الظاهرة بدأت وانتشرت في إقليم كردستان قبل بقية مناطق العراق وذلك بسبب ما يشهده الإقليم من استقرار أمني بالقياس على الظروف الأمنية في بقية مناطق العراق يعني في كردستان نجد بأنه هناك الكثير والكثير من هذه المشاريع التي تبيع المساكن الجاهزة للمواطنين سواء كانت ذلل أو دور سكنية أو شقق ونستغل فرصة هذا اللقاء لندعو مشرعنا الكريم إلى أن يبادر بإصدار تشريع ينظم هذه العلاقة القانونية لخصوصية هذه العلاقة القانونية لأن نصوص التشريعات التي تحدثت عنها القانون المدني والتسجيل العقاري وحتى قانون حماية المستهلك لا تغني عن وجود قانون خاص ينظم هذه العلاقة لكون هذه العلاقة علاقة متميزة خاصة ولا بد من أن يكون هناك تشريع خاص ينظم تلك العلاقة طبعا أهم مشكلة يواجهها المشتري عند شراء المسكن الجاهز سواء كان شقة أو دار هو مسألة نقل الملكية إلى المشتري نحن تحدثنا في حلقات سابقة عن إشكالية نقل الملكية من البائع إلى المشتري لكن هذه الإشكالية في إطار موضوعنا لهذه الحلقة تبدو أكثر جسامة أو تبدو أكبر حجما من حجم ذات المشكلة في إطار بيع وشراء المساكن خارج إطار موضوع حلقتنا المشكلة هو أنه عندما يوقع المشتري على العقد مع الشركة البائعة لا تستطيع الشركة قانونا أن تنقل للمشتري ملكية هذه الشقة أو تلك الدار السكنية لماذا لا تستطيع الشركة تنقل للمشتري ملكية الشقة أو الدار السكنية لا تستطيع لأسباب عديدة أولا المشتري بعدما مصدد كامل الثمن فالشركة تقول لك أنا شنو الضمان اللي يضمن لي بأنه هذا المشتري راح يسدد لي بقية أقصاط الثمن وأني أنقل الملكية على الفور هذا من جهة من جهة أخرى في الغالب عند توقيع العقد ما بين المشتري والبائع الوحدة السكنية سواء كانت شقة أو دار لا تزال قيد الإنشاء أو لربما المشروع السكني لم تباشر الشركة حتى فيه لحد وقت توقيع العقد إذن كيف يمكن أن يصار إلى تسجيل ملكية هذه الشقة أو ذاك الدار باسم المشتري يعني قانون التسجيل العقاري لا يسمح بتسجيل العقارات المستقبلية يعني أنا ما قدر أشتري من عندك بيت إنت راح تبني لي أو شقة إنت راح تنشئها وتسجل ملكيتها باسمي في دائرة الطاب وفي دائرة التسجيل العقاري قبل هذا التشهيد وقبل هذا الإنشاء لأنه نصوص قانون التسجيل العقاري تقتضي بأنه لأجل أن يسجل العقار المبني باسم المشتري أن يتم إجراء كشف موقعي من قبل دائرة التسجيل العقاري على العقار وإجراء مطابقة ما بين الخرائط وما بين الواقع الفعلي للعقار لأجل أن يتم التسجيل فأي كشف وأي مطابقة والعقار لا يزال قيد الإنشاء لكل هذه الموانع القانونية نجد بأن مسألة تسجيل العقار السكني الجاهز عند التعاقد عليه أمر غير ممكن أمر مستحيل وقت التعاقد مع أن القواعد العامة في القانون المدني سمحت بالتعامل بالبيع أو بالشراء بالأشياء المستقبلية لكن هذا لا ينطبق على العقد موضوع لقائنا لهذا اليوم بمناسبة الحديث عن القانون المدني وعن سماح هذا القانون ببيع أو شراء الأشياء المستقبلية فإن القانون المدني اشترط لصحة عقد بيع الشيء المستقبلي أن يتم تحديد هذا الشيء بشكل كافي بحيث لا يكون هناك أي مجال للجهل بالشيء المبيع ولأجل أن لا تكون هناك فرصة أمام أي من الطرفين للتغرير بالطرف الآخر خلي شوي نبتعد عن لغة القانون ونحكي بلغة أكثر بساطة لأجل أن تكون الصورة أوضح لحضراتكم مشاهدين الكرام يعني أنا من أبيع لك شيء ما موجود وقت التعاقد شيء مستقبلي مثلا أنا بعت لك أثاث وهو قيد التصنيع يعني راح أصنع لك غرفة نوم بس أنا هسا دا أوقع وياك عقد بيع لهذه الغرفة اللي هي مثل ما ذكرت لحضراتكم قيد التصنيع لازم بهالحالة على ما يكون العقد بيني وبينك صحيح لازم نحدد أوصاف هذه الغرفة بشكل يمنع جهلك بتلك الغرفة ويمنع أي فرصة أمام أي طرف من عندنا لكي يغرر بالطرف الآخر التغرير نقصد بالاحتيال اللي ممكن أن يمارسه أحد الطرفين ضد الطرف الآخر فبالعقد اللي دا نتحدث عليه بالعقد اللي هو موضوع حديثنا في هذا اللقاء يجب أن نستفاد من هذا الحكم الذي تبناه القانون المدني فلذلك على الشركة البائعة أن تعين أوصاف العقار وبكل تفصيل للمشتري كي يكون المشتري على علم كافي كافي بالعقار محل البيع ولكي لا تكون هناك أي فرصة أمام الشركة للإحتيال على المشتري طيب شون يقدر هذا المشتري أن يتعرف على أوصاف الشقة أو البيت اللي دا يشتريه وهذا البيت أو هذه الشقة لا تزال قيد الإنشاء وقت التعاقد في الحقيقة الواقع العملي يشير إلى أنه هناك طرق عديدة تلجأ إليها هذه الشركات لكي يكون المشتري على علم بأوصاف هذه الشقة أو ذلك الدار والأوصاف التفصيلية ليست الأوصاف العمومية كما يقال من بين هذه الطرق أنه دائما الشركة البائعة يكون عدها نموذة جاهز من الدار السكنية الجاهزة أو الشقة السكنية فتسمح لمن يريد أن يتعاقد وياها أن يطلع على تلك الشقة بحيث يشوف شون تصميمها حتى ممكن أن يلاحظ الإنهاءات التي تستخدمها الشركة البائعة في إتمام بناء في إتمام تشييد هذه الشقة أو ذلك الدار هذه طريقة من بين الطرق التي غالبا ما يشير الواقع العملي إلى لجوء الشركات التي تتعاطى مع هذا النوع من العقارات إليها هناك طرق أخرى من الممكن أن تحدد أو تعين الشركة تفصيلات الشقة أو الدار من خلال الإعلانات من خلال الحملات الإعلانية التي تقوم بها لأجل الترويج أو لأجل التسويق للعقارات التي تتعاطى معها بعض هذه الإعلانات نجدها إعلانات ضوئية في شوارع المدن في ساحات المدن بعضها إعلانات تنشر في الجرائد المتخصصة بالنشرات التجارية وحتى بعض الشركات أو أغلبها تقوم بإصدار منشورات خاصة أو كما نسميها بروشورات هذه المنشورات تتضمن كافة التفصيلات التي تتعلق بالشقة السكنية أو بالدار السكنية من حيث المساحات من حيث الخريطة من حيث عدد الغرف من حيث مساحات كل غرفة من حيث الخدمات التي يمكن أن تكون كائنة في ذلك المجمع السكني إلى غير وغير من التفصيلات التي من الضروري أن يتعرف عليها المشتري لكي يكون على علم كافي مثل مذكرتها لحضراتكم بكافة أوصاف العقار الذي سيقدم هذا المشتري على شراءه وهذا ما يتفق مع أحكام القانون المدني بخصوص التعامل بالأشياء المستقبلية ما دمنا بصدد الحملات الإعلانية أريد أنوه مع احترامي لكل الشركات التي تتعاطى مع هذا النوع من العقارات بأن بعض الإعلانات التجارية ومنها الإعلانات التي تسوق بها تلك الشركات لعقاراتها بعضها إعلانات فيها عنصر المبالغة أو فيها دعونا نكون صريحين أكثر عنصر الكذب لذلك يجب أن يحتاط المشتري لمثل هذه الإعلانات وبالتالي الحماية القانونية التي من الممكن أن تحمي المشتري من خطر هذه الإعلانات التجارية هي النصوص القانونية الموجودة في قانون العقوبات بخصوص جرائم الغش التجاري وحتى قانون حماية المستهلك رقم واحد لسنة 2010 هذا القانون يوفر الحماية القانونية بالنسبة للمستهلكين من مخاطر الإعلانات التجارية التي قد تغرر بالمشتري أو بالمستهلك حسب المصطلح المستخدم من قبل هذا التشريع يعني على سبيل المثال بعض الشركات تحدد موعدا معين للتسليم يعني بالإعلان يقول لك أنت خلال سنة أو سنة ونص تكون شقتك جاهزة أو بيتك جاهز وتستلم مع ذلك الواقع العملي يشير إلى أن المدة المعلن عنها التي هي سنة أو سنة ونص قد تطول إلى أكثر من ذلك قد تطول إلى سنتين أو ثلاثة إذن الواقع العملي المدة التي خلالها قامت الشركة بإنشاء مشروعها وتسليم الشقة أو الدار لمشتريها كانت أطول من المدة المعلن عنها بحيث هذا الطول وصل إلى ضعف المدة المعلن عنها بعض الشركات تتعمد إخفاء بعض المعلومات عن المشتري وهذا الأمر يعد صورة من صور الغش التجاري صورة من صور الإعلانات التجارية المضللة وعلى فكرة إن شاء الله سيكون لنا في لقاءاتنا القادمة وقفة عند مشروع الإعلانات التجارية المضللة هذه الإعلانات التي بات المستهلك المحلي أو المستهلك العراقي يعاني منها أيضا سنناقش هذا الموضوع من الزاوية القانونية ونشوف شنو الحماية اللي موجودة في التشريع العراقي للمستهلك العراقي من مخاطر الإعلانات التجارية المضللة إذن نرجع لموضوعنا وذكرت الحضراتكم بأن الشركة الشركة اللي تتعاطى مع بيع وشراء العقارات السكنية الجازة قد تتعمد إخفاء بعض المعلومات عن المشتري وهذا نوع من الاحتيال مثلا ما تتطرق إلى وقت نقل الملكية يعني المشتري مطمئن بأنه هو يسدد الأقصاط وراح تكمل الشركة إنجاز مشروعها وراح رأسا ينتقل أو تنتقل له ملكية الشقة أو الدار باعتباره سدد كامل أقصاط الثمن وأوفى بكامل التزاماته فالمسألة الطبيعية أن الشركة من جانبها أيضا توفي بالتزاماتها ويا وتنقل لملكية تلك الوحدة السكنية لكن في الواقع لربما الرجل ينتقل ويسكن في شقته أو في بيته ولا تقوم الشركة بالوفاء بالتزامها بنقل ملكية الشقة أو الوحدة السكنية إلا بعد مرور فترة طويلة الأمر الذي يسبب قلق بالنسبة لهذا المشتري هناك أيضا مشاكل عديدة أو جوانب عديدة من الممكن أن تخفيها هذه الشركات متعمدة عن المشتري من بينها المسألة التي اطرقنا لها مسألة نقل الملكية أو موعد التسليم وهذا يعتبر أيضا نوع من أنواع الاحتيالات التي ممكن أن تتعمد الشركات اللجوء إليها لأجل التغرير بالمشترين مستغلة بذلك حاجة المشتري لتملك شقة أو دار سكنية بأقصاط مريحة مثل ما سميناها في بداية الحلقة طيب عندي سؤال أطرحة على حضراتكم هذا السؤال في الحقيقة انبثق من الواقع العملي للعقود المبرمة عفوا عندنا اتصال من بغداد عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا بيك أبو مرتضى بالنسبة لأنني أقول الأقارات السكنية بالنسبة للأقارات السكنية في العراق عامة وليس بغداد خاصة لا كل العراق تفيتروا عليها أحجاب نعم يعني أقارات مثلا ثم لك أو تقدر ثمين إجار مالها مثلا نقول ثلاثة أو أربع ملايين أو بعشر ملايين حسب البناية وحسب المساحة نعم انقطع الاتصال للأسف طبعا أبو مرتضى إذا تقدر تتصل بنا مرة ثانية لأن بصراحة ما قدر تستوعب سؤالك لأن انقطع الاتصال وعموما ننتظر اتصالك إذن مشاهدين الكرام قلت لحضراتكم عندي سؤال جنت أحب أن أطرحه ونناقش هذا السؤال مع بعضنا وفي الحقيقة هذا السؤال يعني انبثق من الواقع العملي لهذه الظاهرة سؤالي بأنه ما الحكم ما الحكم القانوني لو خالفت الشركة شروط ومواصفات البناء المتفق عليها يعني انت يا جناب المشتري وقعت عقد مع الشركة على أساس أنه هي تبني لك شقة أو بيت بمواصفات كذا وكذا وكذا لكن أثناء التنفيذ وأنت أثناء مراقبتك لتنفيذ الشركة للمشروع لاحظت بأنه هذه الشركة إنما تنفذ المشروع بمواصفات بعيدة كل البعد عن المواصفات المثبتة في العقد المبرم بيناتكم فأنت شنو حقوقك على هذه الشركة شنو اللي تقدر سوي قانونا ضد هذه الشركة في هذه الحالة يعني أنت العقد اللي بينك وبينها عقد بيع لكن أرجع وقول هو عقد له خصوصية لأن أنت ما اشتريت بيت جاهز ما اشتريت شقة سكنية جاهزة أنت اشتريت بيت أو شقة سكنية قيد الإنشاء طيب شنو العفو عندنا متصل السلام عليكم عليكم السلام من ويايا دكتور وياك فهد بن بغداد يا أهلا وسهلا بك فهد عفوا دكتور بس سؤال يخص موضوع حلقة اليوم دكتور بحالة أنه ادفعنا عقصات شقة خدنا شقة ودفعنا عقصاتها نعم وملتزمين بالعقد لكن الشركة تأخرت بتسليم الشقة عن الموعد المحدث بالعقد نعم ما هي الحقوق نحن اتجاه الشركة والعقد لا يوجد بي أي شرط يحملها غرامة هو شنو تستدار دا سئلك دا أقول لك العقد اللي وقعتها يعني ويا الشركة بفت شرط يلزمها بغرامة معينة عن كل أسبوع تأخير عن كل يوم تأخير فجنابك سبقتني بالإجابة قلت ماكو أي شرط شوف أخ فهد يمكن إذا تنتدت تابع الحلقة ويانا من البداية أنا ذكرت بأن هذا العقد من عقود الإذعان يعني الشركة هي تحضر عقد جاهز وانت يا مشتري ما عليك إلا أن توقع هذا العقد ما تقدر تناقشها بالشروط ما تقدر تناقشها ببنود هذا العقد فطبعا الشركة ترتبها أو ترتب بنود هذا العقد بما يتلاءم مع مصالحها وليس مع مصالحها عموما تقدر تستفاد من قواعد القانون المدني قواعد القانون المدني اللي ممكن تستفاد من عدها بالذات هي قواعد عقد المقاولة أو نصوص عقد المقاولة يعني أنا عندي رأي قانوني بهذا الخصوص بأنه بهالحالة أنت تعتبر صاحب عمل رب عمل والشركة تعتبر مقاول فأنت المقاول من يتأخر في تنفيذ العمل عن الموعد المتفق عليه تقدر بهالحالة ترجع عليه بالتعويض عن هذا التأخير بس بهالحالة أنت لازم تقيم دعوة على تلك الشركة والطالبة بالتعويض عن الضرر اللي أصابك بسبب هذا التأخير يعني حتى لو ما مكتوب بس إذا تسمح لي حتى لو ما مكتوب بالعقد بأنه هذه الشركة ملزمة بدفع تعويض الحضرتك بسبب التأخير فهذا لا يغني عن إمكانية الحكم عليها بالتعويض عن التأخير حسب الأحكام المقررة في القانون المدني نعم وضحات الصورة دكتور يا ألن وسهلا بك إذن مشاهدين الكرام نرجع إلى نفس الحالة أو إلى جواب السؤال اللي طرحته على حضراتكم قبل قليل بأنه الشركة تتنفذ البناء تتنفذ المجمع السكني بمواصفات تختلف عن المواصفات المثبتة في العقد فقلت لحضراتكم في هذه الحالة من الممكن أن نستعين بأحكام عقد المقاولة يعني أنا الأخ فهد اللي اتصل بنا قبل شوية من بغداد ذكرت له بأنه حسب رأي القانوني من الممكن أن نكيف العلاقة القانونية ما بين البائع والمشتري في عقد بيع المساكن الجاهزة على أنه عقد مقاولة يعني أنت الشركة مقاولة تتنفذ لك البناء لحسابك فإذا نفذت البناء بمواصفات تختلف عن تلك المتفق عليها فيقدر المشتري في هذه الحالة أن يوجه انذار إلى الشركة يطالب الشركة بموجب هذا الانذار أن تلتزم بمواصفات البناء المتفق عليها فإذا امتثلت الشركة لمضمون هذا الانذار نقول خير على خير والحمد لله والشكر مشكلة انتهت انحلت بمجرد انذار لكن إذا لم تمتثل الشركة لمضمون هذا الانذار واستمرت في غيها أي استمرت في هذا التنفيذ المعيب المخالف لمواصفات العقد المبرم ما بين الطرفين ففي هذه الحالة أنت مضطر أن تلجأ يا جناب المشتري إلى القضاء وتطلب من القضاء أحد الأمرين يعني قدامك خيارين أما أن تطلب فسخ العقد وتخلص من العلاقة التعاقدية مع هالشركة تعبانة وتسترد فليساتك وتروح تأخذ لك عقار أو شقة في مكان آخر أو تتعاطى مع شركة أخرى ولا واعتقد بيش حالة يمكن أنت يا مشتري راح تحرم أن تتعاطى مع هكذا شركات المهم هذا الخيار الأول خيار الفسخ الفسخ يعني انهاء العلاقة العقدية مع الشركة البائعة أو أن تلجأ أو أن تطلب من المحكمة خيار آخر بما أنه العقد المبرم بين الطرفين كيفنا على أنه عقد مقاولة فمن الممكن أن تطلب من القضاء إكمال تنفيذ العقد بالمواصفات المتفق عليها ولكن من قبل مقاول آخر وعلى حساب الشركة البائعة لكن كل هذه الخيارات لا يمكن أن تحصل عليها يا جناب المشتري إلا بموجب قرار قضائي وما أقول لك الطريق هذا طريق سهل لأن أمامك دعوة مدنية تأخذ أشهر أو لربما تأخذ سنين وهذا بالإضافة إلى مصاريف الدعوة لكن ما أمامك إلا هذا الخيار القانوني ليش؟ لأن مثل مذكرة لحضراتكم في بداية اللقاء بأنه ما عدنا بالعراق تشريع خاص ينظم هذه العلاقة القانونية فدا نفطر نلجأ إلى نصوص عقد المقاولة إلى القواعد العامة في القانون المدني إلى نصوص قانون التسجيل العقاري وحتى لجأنا إلى قانون العقوبات وقانون حماية المستهلك زين نرجع إلى موضوع انتقال الملكية وأنا حسب رأي هذه هي المشكلة الأساسية والرئيسية بالنسبة للمشتري لأنه مثل ما ذكرت لحضراتكم لربما المشتري المسكين يوفي بكل التزاماته يسدد أقصاط الثمن لكن مع ذلك تبقى ملكية الشقة أو ملكية الدار السكنية باسم الشركة البائعة أي بمعنى آخر لم تنتقل هذه الملكية إليه يعني بالعقود العادية أنت مجرد ما تدفع الثمن خلال أسبوع أو لربما أيام أنت العفو ويانا اتصال الأخ ياسين من الظلوعية اتفضل ياسين السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله السلام عليكم أنا متكفل واحد لتحفظ من صندوق الإسكان نعم وهو الهزم خارج الغراق هذا صندوق الإسكان لدون مهن جاني لأنه في الحالة هو عند ملك طابو أنت كفيلة هي نعم نعم وأنت الكرامج الآن واحد من مكة يدون من الله وعطب ما نقطعونه هي هاي المشكلة عندنا قاعدة قانونية لا يجوز للكفيل أن يدفع بتجريد المدينة يعني معناها الكفيل ما يقدر يقولها للجهة الدائنة أنت ليش راجع علي روحي رجعي على المدين بس أسأل حضرتك كفالتك من أي نوع كفالة يعني تضامنية لو كفالة عادية والله الكفالة عادية تكفلت معه الصندوق الإسكان وعادية شوف أقول لك أنت حتى إذا اقتضى الأمر أن تدفع مبلغ الكفالة أنت حضرتك تقدر بعدين ترجع عليه بالمبلغ اللي سددته وانت تقول جنابك بأنه هو عنده ملك أو أملاك فتقدر بدعوة الدين اللي راح تكون يعني إلك على هذا الشخص لأن أنت من راح تسدد عنه راح تكون أنت صاحب الحق راح تكون أنت لدائن راح تحل محل صندوق الإسكان راح يصير هو مدينك فتقدر تقيم عليه دعوة أمام محكمة البداية وتطلب في بداية الدعوة وضع حجز احتياطي على هذا العقار لضمان استحصال حقك منه عند تنفيذ الحكم أعلمت علي محامي أي أعلمت عليه وإذن قلق لك وإذن قلق لك وإذن قلق لك إي إي موقت لك أكو إحنا عدنا مبدأ قانوني لا يجوز الدفع بتجريد القانون يعني أخي الكريم أنا تكفلتك الجهة الدائنة من الطالبني بتزيد الدين أنا ما أقولها متروحين على المدينة بالأول شكو جاي علي ما عندي هاي الإمكانية من تقول لي تعالي سدد أنا أسدد وأمري لله بس أنت بعد التزديد أنت راح تصير صاحب الحق أنت راح تصير الدائن فتقيم علي دعوة لهذا الشخص اللي أنت تكفلته لهذا الشخص المكفول وترجع علي بكامل المبلغ اللي سددته ولأجل ضمان استحصال حقك من عنده ماشي أنت بداية الدعوة نسميه إحنا حجز احتياطي ماشي تدفع علي أيضا يعني نسبة رسوم يعني تكون حسب يعني هي نسبة مئوية من قيمة العقار فمن يصدر لقرار الحكم أنت تقدر تنفذ هذا القرار وإنت مطمئن باعتبار عندك عقار محجوز يضمن لك استفاء حقك من ذمة هذا المدينة أشكرك السادس يا أهلا بيك يا أهلا ومرحبا نرجع إلى المشكلة الأساسية اللي هي محور محور حلقتنا أو محور لقائنا لهذا اليوم اللي هي مشكلة انتقال الملكية فأني دا أسأل يعني أنا مشتري سددت للشركة كامل أقصاط الثمن طيب شنو اللي يضمن لي انتقال ملكية هذه الشقة أو تلك الدار السكنية بإسمي وخصوصا أن هذه التجربة أفرزت في الحقيقة الكثير من الإشكاليات التي يمكن أن نسميها بالمخاطر يعني أنا دا أشوف قدامي في العراق هناك الكثير من المشاريع الإسكانية أخذت ولمت أقصاط من الناس ولكن المشروع لم ينجز الشركة أو أصحاب الشركة فروا إلى خارج العراق بمليارات هؤلاء المساكين وبالتالي المشتري بقى حاير يفر رأسة يمنو يسرى شون يقدر يستحصل على حقه أو شنو اللي يضمن له استفاء حقه من هذه الشركات أو من بعض هذه الشركات في الحقيقة أرجع وكرر لابد أن يكون هناك تشريع خاص لأن التشريعات الخاصة اللي صدرت في دول سبقتنا في هذه التجربة ممكن ممكن أن تقوم أو ممكن أن تتبنى حكم مفادة النقل التدريجي في ملكية الشقة أو الدار السكنية إلى هذا المشتري يعني كل ما توصل الشقة السكنية أو الدار السكنية إلى نسبة معينة من الإنجاز يتم نقل ملكية هذه النسبة إلى المشتري يعني مثلاً دار سكنية الشركة أنجزت ما يعادل 30-40% من نسبة الإنجاز تنقل ملكية هذه النسبة إلى المشتري يعني ننقل أو نسجل باسم المشتري هذا 40% أو هذه 30% من الإنجاز مع ملكية الأرض طبعاً هذا خيار من الخيارات التي ممكن أن يتبنى التشريع العراقي فيما لو أصدرت السلطة التشريعية ونأمل ذلك تشريع خاص بتنظيم هذه العلاقة القانونية من الممكن أن نطرح خيار آخر أو حل آخر يعني أنا دا اشتري بيت من شركة تتعاطى مع هذا النوع من العقارات لا ضير في أن تسجل باسمي عند توقيع العقد ملكية الأرض ملكية الأرض اللي راح يشيد عليها الدار ولكن ويانا الأخ قتيبة عفو قتيبة من بغداد السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياة الله ختيبة دكتور سؤالي عن عقد شراء الشقق أي يعني مثلا يعني هل مثلا يستطيع المشركة أن يطلب تعديل مثلا عقد شراء الشقق من الشركة الباعة عفوا يفرض تعديل يعني يعزل حتى ضمان حقوق أكثر نعم والله أخ قتيبة أنا ذكرت وكررت في هذا اللقاء بأنه أموما أموما أو خلينا نقول غالبا هذه الشركات هي التي تضع بنود العقد يعني أنت جنابك من تجي وتريد تشتري شقة أو دار سكنية تلقي العقد مطبوعه جاهز إلى كل غيرك هذه بلغة القانون نسميها عقود الإذعان فأنت ما تقدر تناقشها في شروط وبنود العقد ما تقدر تخلي شروط جزائية أو بنود تضمن فيها حقوقك اتجاه هذه الشركة لذلك أنا دعيت المشرع ولأكثر من مرة في هذا اللقاء إلى أن يصدر قانون يضمن حقوق هذا الطرف الضعيف الذي هو المشتري موغي دكتور موضوع الشراء دائما يكون للطرف الثاني اللي هو مثلا الشركة نعم اي استأخذ مثلا كمشتري يعني مثلا سأخذ أضمن حقوقي بعد أكثر يعني إنت قلت لك قلت لك هو العقد مطبوعه جاهز هاي عقود الإذعان شنو فكرتها يا أما تتعاقد على ذات العقد اللي قدامك أو يا أما فيما لا الله وياك هي عقود الإذعان لكون هذه الشركة دا تحتكر بناء الشقق السكنية الجازة أو بناء الدور السكنية الجازة فتستغل هذه النقطة تستغل حاجة المشترين تخلي عقود تضمن حقوقها وتتجاهل حقوق الطرف الآخر فأنت ما تقدر تقول أنا هذا العقد ما يعجبني أو أريد أضيف بعض البنود اللي أحمي بيها مصلحتي أريد نصوص أضمن بيها أنه تنتقل الملكية إليه بمجرد تزديد كامل أقصاط الثمن أو قبل شوية تصل بين الأخ فهد من بغداد قال ماكو شرط يفرض غرامات تأخيرية على الشركة عندما تتأخر في تسليم الشقة أو الدار فتلاحظ يعني هي عقود جاهزة عقود جاهزة أنت ما تقدر أن اتعدل بيها فبهالحالة إذا صارت أي إشكالية لا سامح الله بينك وبين الشركة ما أمامك إلا أن ترجع إلى النصوص المقررة في القانون المدني يعني من بينها حقك في الحصول على التعويض عن أي ضرر يصيبك إحنا عندنا قواعد عامة في القانون المدني العراقي تضمن لأي متضرر من أي علاقة قانونية أن يحصل على التعويض الذي يكفي عن هذا الضرر نواصل حديثنا عن موضوع نقل الملكية إلى المشتري إلى المشتري وذكرت لحضراتكم بأنه لا يوجد في التشريع العراقي ما يضمن هذا الحق للمشتري ولذلك ندعو المشرع إلى الإسراع في إصدار تشريع يحمي فيه المشتري من المخاطر التي أفرزتها هذه التجربة على فكرة على فكرة طبعا أحب أن أبين للمشاهدين بأنه السكن في هكذا مجمعات سكنية يفرض على المشتري التزامات مالية عديدة قد لا ينوه عنها البائع في سبيل جذب أكبر يعني عدد ممكن من المشتريين يعني ترى أنت مرة تشتري شقة أو دار في مجمع سكني جاهز أنت عليك أن تدفع نفقات حراسة نفقات تنظيف تكاليف إدامة للمشروع فأريد أن أوضح للمشاهدين هذه المسألة يعني أنت ممكن تشتري بيت أو شقة في أي منطقة كانت هذا مجمع سكني يفرض عليك أن تدفع كل هذه التكاليف وأنا أشوف بأنه كان من الضروري على أي شركة تتعاطى مع هكذا نوع من العقارات أن تبصر المشتري بهذه الالتزامات طبعا كان بيودي أن أستمر معاكم مشاهدين الكرام لكن مخرجنا العزيز تقول لي عندك نص دقيقة أو أجزاء من الدقيقة فالمتبقي من الوقت خلي أستغل في سبيل توديعكم والشكر لحضراتكم على حسن الأصغاء نلتقي إن شاء الله الأسبوع القادم ومع موضوع جديد من موضوعات برنامج بعد المداولة حياكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة